تعرف يا منجز اني بستنى في هذا الفيديو تقريبا من سنة 1967 يا اخي اللي قد هرمنا يا رجل بكفي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم اخوكم ايهاب الصرفاندي من قناة ايهاب تيفي كيف حالكم ان شاء الله بخير ان شاء الله مبسوطين لقد هرمنا عن جات نزا ما منستنى في هذا الفيديو بوكولانشار 4 وحطوا البدكياء كل المميزات مع كل الشغلات الحلوة اللي كانت موجودة في المشغل اصبحت الان متاعف في البوكولانشار مستقر مستقر تقريبا مستقر تسعين في المية تقدر تقول وكل حاجة بدكياء ان شاء الله هتلاقيها في البوكولانشار مبارك لاصحاب البوكو ومبارك مديرهم الجديد يعني اجل مدير الجديد علشان يعمله حركة نزل البوكولانشار الجديد علشان ايش يسلك يعمل ابرة بنش للجميع لكن ابرة بنش حلوة هدي للكل يعني اجهزة بوكو صحيح اصبحت الان حلوة كتير كتير مع المشغل الجديد كنوا معنا لا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعل الجرس يا حبيب عشان يصلك كل جديد ولا كيف يصلك الجديد يلا إلى هناك بسم الله الرحمن الرحيم البوكولانشاري الجديد الذي يتوافق تماما مع المشغل للتطبيقات ومميزات جديدة إضافة عن ما كانت سابقا مع إصلاحات حوالي 90% من الإصلاحات مع إضافات عن مشغل التطبيقات بل إن البوكولانشار الآن أصبح الصحيح لوزين اللوز نجي الآن نبدأ على نشوف إيش المميزات وإيش اللي موجود هذا الجهاز اللي معنا عليه اللي هو البوكولانشار الأنيميشن اللي موجود معنا متوافق تماما هي وشغال تمام التمام ما في عندنا مشكلة في موضوع الأنيميشن وفتح وغلق التطبيقات في عندنا الآن اللي هو المواصفات لو أجينا على المواصفات اللي موجودة عندنا المواصفات القديمة وتم إضافة عليها مواصفات أخرى في عندنا هنا المزيد في عندنا المشغل الإفتراض البوكولانشار ودرج التطبيقات لو دخلنا على درج التطبيقات هنلاقى حاجات جديدة عندنا هنا إدارة فئات التطبيق اللي هو هذه الفئات اللي موجودة كانت في التطبيق اللي هو كمان في مشغل التطبيقات الخلفيات ممكن تتحكم فيها خلفية تلاقيها مثلا للخلفية مثلا نص نص بدنيها تكون ايش يعني لما انا اعمل هيك تكون الخلفية شايف كيف تغيرت الخلفية بقدر اخلي الخلفية مثلا كمان بدي اياها لونها ابيض بخليها لونها ابيض وحسب ما انت بدك بالنسبة للخلفية هي لو جيت هيك وعملت للاخر هتلاقي لونها اللي هو هيك شفاف لو جيت بالعكس الان لو جيت عملت زي هيك قلت له تعيين هتلاقي انه الخلفية اصبحت لونها بيضة طيب نيجع اللي بعد ونيجع على المزيد ونيجع على درجة التطبيقات وعننا هنا شريط التمرير ممكن تخلي بالنظام الاحرف او التنسيق الاصلي وحكينا عليه قبل ضع التطبيقات الجديدة على الشاشة الرئيسية اخفاء ايقونات التطبيقات زي ما اخفاء لها جمع ايقونات حسب الالوان ممكن تعملها ونرجع تاني نيجع للي بعدها الان في عنا حاجة جديدة اصبحت كمشغل تطبيقات وهو بطيء ومتوازن وسريع هو تلقائي بيجع على متوازن ايش يعني متوازن يعني متوازن لما اجي اعمل عملية فتح وغلق التطبيقات بيكون في عندي انيمياشن متوازن ويكون عندنا كمان انيمياشن متوازن لما الان يجي تفتحت الشاشة الرئيسية اصبح عندنا في اللي هو هي الانيمياشن اللي شايفو انت عندك طيب لو جينات اينا على المكان وقلنا له بدنا ايها سريع ايش سريع يعني انا فتح وغلق التطبيقات بشكل سريع شايف كيف اسرع اي وفرجت حتى في السرعة يعني بشكل سريع ولكن لما اجي افتح الشاشة الرئيسية طلع ما في انايمياشن طلع كيف ما في انايمياشن لما افتح الشاشة الرئيسي طيب لو حاطينا على بطيء وهي بطيء ايش يعني بطيء يعني فتح وغلق التطبيقات صار ببطء شايف كيف ولكن لما افتح الان الشاشة الرئيسية بالعكس بصير سريع شايف كيف فتح الشاشة الرئيسية اصبح السريع يا باشا وعننا التنسيق بين 5 و 6 و 4 و 6 و احنا حكينا قبل هيك احنا بنقدر نعمل بالنسبة ل 6 ادت بنقدر نعمله كمان اكتر من هيك وحجم الايقوني بتحكم فيه حجم الايقوني زي ما انت شايف هي كبير صغير زي ما انت عايز وهذا الرسوم متحركة للرموز العالمية يعني بتقدم رسوم متحركة فيه اللي هو برامج اللي هو لتطبيقات الجهة التالتة في عنا الان خيار جديد ممكن انا افعله وممكن انا ما فعلوش لو اجيت نقرت نقرتين هيك بتقفل الشاشة لكن تفتحها ما تفتحها لكن بس عملية القفل الى هادي منول ما نفعله بنجي على الايادات وعلى المزيد وبتيجي هنا عندك انقر مرتين على شاشة القفل انقر مرتين على شاشة على مساحة فارغة في الشاشة الرئيسية لقفلها لو اجيت شلتها خلص ما بيضفي ها خلص فهذه ممتازة جدا بنصح الكل فعلها وهين فعلناها تاني وهيك على الشاشة الرئيسية سواء الشاشة الرئيسية هادي او الشاشة الرئيسية هادي بتقفلها في منطقة فارغة لو جيت هنا على المزيد وعلى اللي هو عرض التوصيات لو فعلت عرض التوصيات بتلاقي ايش في عندك هنا بتلاقي في عندك ايقونة المنظف وفحص الحماية والايقونة التنظيف العميق وادارة التطبيقات فهذه الخيارات يا انت بدك تفعلها يا انت بدك تفعلها كنا نعمل عن طريق تطبيق الستئديت الان اصبحت متاحة فانت ممكن تيجي تعمل على المزيد وتقول له بسلا بديش عرض التوصيات وبتعمل زي تصير عندك هنا فوق ما في ولا اي امر من الاربع اوامر اللي كانت سابقة ادارة التطبيقات يعني انت هنا كأنك خشيت على التطبيقات بعدين ادارة التطبيقات وبتبحث عن اي تطبيق بدك اياه مثلا انا بدي ابحث على اللي هو بوكو لانشر وهي كلمة بوكو وهي مشغل البوكو الجديد برقمه الجديد اللي هيكون عندنا في كل اجهزة البوكو اي جهاز بوكو هيكون عنده هذا التحديث الجديد له بوكو لانشر 4 يا غالي وهنا في عندنا الشاشة واحد يعني بقدر اعين ما بدي ولا حاجة بدي اقتراحات جوجل بدي منصة التطبيقات ايش يعني لما انا اجي افتحها من اليمين لما يكون انا جهازي باللغة العربية ومن اليسار لما يكون جهازك اللي هو لغة انجليزية بيكون عندك هاي منصة التطبيقات وبتختار اللي بدك اياه وبتضيف اللي بدك اياه وبتعمل ما تريد في منصة التطبيقات هذه الاخبار وهي الشاشة الرأسية وهنا في عندك بتقدر تفعل هدول كل كمان تنقل اي اختصار ممكن تحطه في هذا المكان تفتح فيسبوك تفتح اللي هو المسلا التحسين عملية التحسين للجهاز بتدخل مباشرة من نفس المكان او من مكان منصة التطبيق وعني هنا في ترتيب العناصر في شاشة التطبيقات الاخيرة بقدر اخلي اللي هو التطبيقات تفتح في الخلف بشكل عمودي وبشكل اللي هو الافقي شكل الافقي احلى هاي الشكل الافقي هذا اسمه الشكل الافقي الشكل العمودي اللي هو الشكل لما نكون كان سابقا وزهجنا منه وهذا الشكل العمودي تمويه معاينة التطبيقات بقدر اخلي التطبيقات اللي في الخلفية تفتح بشكل مموه عشان ما حد يش يعرفه مثلا عند المعرض عند هذه الالحاسبة وهكذا بتختار اي تطبيق بتاكي اياه وتعمله تمويه ايش يعني تمويه او رجيك الآن ايش يعني معنى تمويه مثلا هاي عنا المعرض وهي فتحنا المعرض وسكرنا المعرض زي هيك وجينا فتحنا المعرض في الخلفية شايف المعرض المفتوح في الخلفية شايف لبلور شكل لبلور هذا المعناه التمويه هاي معناه التمويه بتقدر تفتحه بشكل مموه لما يكون مفتوح زيك عشان ما حد يش يعرف الشو انت فاتح لو كان واحد جنبك من المتطفلين والآن المتطفلين أصبح جمع الايقونات حسب اللون يعني بيصير عندك لما تجي تفتح هاي الدرج ان الدرج التطبيقات ملاحظين هنا اللي هو فيه شغلة بس حبيت أنا ووهلها اللي هو احنا شغالين في درج التطبيقات يعني احنا البوكو لانشار عن نظام درج التطبيقات ودرج التطبيقات أحسن من اللي هو الشاشة اللي هو الكلاسيكية في يعني درج التطبيقات موجود تلقائي في اللي هو البوكو وفي مشغل التطبيقات موجود الكلاسيك تلقائي وإحنا بنحط البوكو انا بفضل دائما الدرج التطبيقات إخفاء أيقونات التطبيقات ممكن أعمل عملين مرر بأيو مرر مرتين لليمين في درجة التطبيقات لعرض أيقونات التطبيقات المخفية لو أجيت عمل زي هيك هاي بتفتح الدرج زيك وبتعمل زيك مرتين إيش بيقولك أنا إخفاء بقدر الآن أخفل أيقونات التطبيقات اللي بدي أخبيها ومحدش يعرف مثلا بدي أحط عندي تطبيق الواتس أب بحدش بدي يعرف عندي أنه واتس أب بخبيه بأعمل تعيين كلمة مرور وبقولك خوش على الإعدادات اعمل تعيين كلمة مرور وإخفاء أي تطبيق بدك إياه ولما بدك تطول بنفس الشي بتفتح الدرج زيك وبتعمل زيك مرتين بتطلع لك المكان وبتحط رقم السري وبتدخل في هذا المكان هذي ميزة حلوة كتير 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 إفدنا نزله في صندوق الوصف هيكون في عنا اللي هو الرابط والرابط هيواجهك على قناة التليجرام هتنزله وهزي ما أنت شايف تحديث للبوكولانشار اللي هو إطلاق صراحة للبوكولانشار وهذا الأجهزة للبوكو وهنا إعادة تشغيل إعداد المنزل الثابت إصلاح مشكلة التأخير في سلسلة بوكو وخيارات الرسوم وسرعة الرسوم المتحركة اللي هو البطيء والسريع والمتوازن وأضيفة الرسوم متحركة خلفية التكبير تم إصلاح ما يقرب من 90% من الخلال ممتاز بعد ما تنزله وتقوله تحديث بعد ما تخلص تحدث وتخلص يفضل إنك تعمل إغلاق إطفاء وإغلاق الجهاز اللي هو إعادة تشغيل وهي يشتغل الجهاز تمام تمام نيجي هنا على الإضافات ملاحظين الإضافات بلشت تشتغل دغري طلع ما أسلس هكا صارت الإضافات الإضافات ما كانت زي هيك الإضافات ولعمرها في تاريخ البوكو كانت زي هيك عندك الساعة الثانية والملاحظات وكل ما تشتهل أنفس لو بدك تشيل المشغل ومشعجبك المشغل بتيجي هنا على الإعدادات التطبيقات إدارة التطبيقات وبتكتب هنا بوكو وهي مشغل البوكو وبتعمل إلغاء تثبيت التحديثات إذا ما بدك إياه طبعا أكيد كلكم بدك إياه فيها النهاجة صغيرة إنه بالنسبة للتطبيقات اللي بتتحرك هذه هذه موجودة لأنه هذه لسه مش مستقرة للجميع ولا حاجة تتحرك ولا ما تتحرك بتكاشيها تتحرك بتعمل إغلاق اللي هو قفل تنصيق الشاشة أو بتعمل تحول الجهاز إنجليزي بس هذه بتشغل بس في اللغة العربي بتعمل الحركات كونوا معنا لا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعل الجرس يا حبيب علشان يصلك كل جديد ونلتق إن شاء الله فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام